نائب رئيس جامعة الأزهر مساء الخير دكتور توفيق أهلا وسهلا بحضرتك طبعا أكيد عايزة تطمن على الوضع النهاردة شفنا صور كده الصبح يعني الوضع هادئ ويعني إعادة الإعمار للأسف يعني وإزالة أصار العدوان أنتو شغالين فيه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحمد لله الوضع بالفعل زي ما حضرتك شفتيه هادئ واستمر هادئا احنا سبنا أو أنا رادرة مبنى الجامعة عن نهاردة ساعة حوالي خمسة ونص وكان فضيلة الرئيس لسه موجود في الجامعة الوضع هادئ هدوء جميل رجعنا تاني زي الجامعة اللي احنا تعلمنا فيها يعني ولا حتى اثنين تلك طلاب وقفوا قدام مبنى الإدارة طبعا التخريب والضمار اللي حصل بالأمس الحقيقة يعني معاني الوزير وشيفك المقولين العرب يعني عاملين كتيبة لإصلاح هذا الضمار كتيبة فعلا عملي يعني يفوق الوصف ويفوق الخيال المجهود اللي ازدلوه يفوق الوصف والخيال الحمد لله وهو وعدنا ان هو حيسلمنا المبنى احسن من مكان في خلال 96 كاعة ما شاء الله عزيم طيب دكتور توفيق ان شاء الله ده ما يتكررش مرة تانية فبالتالي انا عايزة اسمع تعليقك على قرارات مجلس الوزراء النهاردة والواضح ان يعني الخطوة الخاصة برئيس جامعة الازهر دكتور العبد مبارح فتحت الباب بقى هيبقى فيه شرطة موجودة برا ومن حق كل رئيس جامعة انه يستدعيها والله الحمد لله ان اتعادت الازهر فهو صدق الحقيقة احنا من الاول واحنا بنتكلم على المنظومة الامنية وان يا جماعة احنا مش عايزين لقامع للطلاب ولا حرمانهم من حقوقهم ولا حرمانهم من حرياتهم العكس احنا معاهم لكن ان نصل الى حد من الصودة بيهدد العملات التعليمية بيهدد امن الجامعة منشآت الجامعة حضرتك عرضة صور يعني حضرتك مهما شفت حضرتك يا مدام لبنى صور الورق ده مصالح ناس يا فاندة اه مصالح ناس اعضاء هاي التدريس وطلاب داخلين دراسات عليا وطلاب في الجامعة طبعا فاذا وصلنا لهذا المستوى الحمد لله ان احنا بدينا الخطوة الاولانية الحمد لله ان الازهر اتبع الخطوة الاولانية عشان يحصل الانضباط في الجامعة كما هو احنا مش عايزين نخمع حرية حد لكن على الاقل ادونا فرصة نخلي الجامعة جامعة ونقله الطلاب وتبقى الجامعة تقوم بدورها الاساتي وورثالك العلم والتعليم مش رسالك الامن ان انا بقى شغلتي بدور على الامن والتأمين ودور على ازاي امن منشأتي وازاي امن الطلاب وازاي عربيات ما كنتصرش الحقيقة احنا يعني بعيدنا كثيرا بعصا مصر للمبنى الاداري بالجامعة يعني نشوفي حضرتك عندكم معبرة جدا عن الحدث الحقيقة يعني يبقى احنا درجع تاني بالجامعة للمستوى اللي يليق بيها وده البداية احنا مش هنقول يعني الحمد لله ان مجلس الوزراء تبنى رأينا يبقى جندي قواك لما احتاجها تلية موجودة هتدخل الجامعة عندي لحمايتي وحماية المنشأة ومش اكتر من كده يا خب شكرا لحداك دكتور